وأدانت الخارجية الفلسطينية تسريحات العنصرية والهمجية التي أدل بها من وصفته بأحد شركاء ناتنياهو في الاتلاف الحاكم بشأن قصف قطاع غزة بقنبلة نوية وإبادتها واعتبرت الخارجية في بيان صحفي الأحد تسريحاته إعلانا صريحا وإقرارا واضحا بما يقوم به الاحتلال ضد الفلسطينيين على امتداد الجغرافية وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة وانعكاسا واضحا لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في الكيان الصهيوني لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه التسريحات تترجم حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ ثلاثين يوم